بعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفر بول وريال مدريد اللي شفناه يمكن في أول الأسبوع اللي فات الكلام كان دايماً على محمد صلاح تقارير بريطانية بتقول إنه صلاح حيروح منشستر سيتي بعد نهاية عقده مع ليفر بول وفي صفقة انتقال حرة وناس بتقول لا صلاح هيكمل مع ليفر بول لكن طبعاً من ناحية تانية في مفاجأة بتتحضر لصلاح وكلام كتير في الكواليس وحاجات كتير جداً أعلن عنها النهاردة النقد الرياضي هاني دانيال طبعاً هاني دانيال معتمد من الاتحاد الأوروبي وطبعاً الفيفا نفسها قالت هتعرض قريباً جداً فيلم عن النجم محمد صلاح محمد صلاح زي ما انتم معارفين دايماً لما تفتح الصحافة الأوروبية والصحافة الإنجليزية بشكل عام هتلاقي على طول طول الوقت يا قصة يا تعليق يا خبر عن وضع محمد صلاح مع ليفر بول أو ما يعرض على محمد صلاح اشتركوا في القناة